بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زيكم عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض 3 انواع من مشروبات المقوية للدم اللي هترفع معنا مستوى الحديد جدا للاطفال للكبار لو مشينا عليهم لمدة شهر بس هنعالج مشكلة فقر الدم ان شاء الله ومش هنحتاج اي ادوية وفي نفس الوقت هتعلي معنا المناعة جدا تابعوا معي الفيديو الاخر وان شاء الله هتلاقوا معلومات مفيدة جدا عن الثلاث مشروبات وهتختاروا المشروب اللي يناسبكم منهم اللي بيه ان شاء الله لو استمريته لمدة شهر هتلاقوا نتيجة رائعة جدا وهترفعوا نسبة الهيموجلبين في الدم من غير احتياج لأي علاجات او ادوية نبدأ مع بعض على بركة الله في اول مشروب اول مشروب معي هو عصير البنجر طبعا البنجر معنا هو البطل في المشروب ده وطبعا البطل معنا بيحتاج معاه شوية ابطال كده صغيرين تساعدوا على اداء دوره بشكل مثالي وتعزز جدا من امته اللي هم عندنا الطماطم الطماطم غنية جدا بفيتامين سي وكذلك الليمون وفيتامين سي هو اللي بيساعد على امتصاص الحديد في الجسم فلازم اي حاجة فيها حديد يكون معاها فيتامين سي علشان هيساعدها على الامتصاص والى الحديد مش هيمتص معينا جزر الجزر طبعا برضو غني بمضادات الاكسادة ومعينا العسل الاسود برضو هيرفع معينا جدا مش بس العسل هنا للتحلية لا هيرفع معينا جدا نسبة الحديد والهيموجلوبين في الدم نتكلم شوية بقى عن فوائد البنجر البنجر او الشماندر غني جدا جدا بالحديد بيقوي قريات الدم الحامرة بيوصل الاكسجين لجميع انواع الجسم بيزبط مستوى السكر في الدم مضاد قوي جدا للأكسادة طبعا بيساعدنا في الوقاية من مرض السرطان بيساعد في خفض ضغط الدم المرتفع يعني اللي عندهم ارتفاع ضغط دم لو وصبوا عليه يوميا هيتحسن معاهم الضغط جدا ارتفاع ضغط الدم طبعا وهينزل معاهم الضغط بيساعد في انه يوسع الاوعية الدموية والشرايين بيخلي الدم يوصل للدماغ بيساعد على الحفاظ على وزن صحي ومثالي ليه ده ليه لانه مليء بالألياف وطبعا الألياف بتساعدنا او بتخلينا نشبع وبتفقدنا شوية الشهية فده هيساعدنا ان احنا نخسر وزن فطبعا ده مثالي جدا للناس اللي بتتبع حميات غذائية ان هي تشرب منه كوب يوميا يعني نقدر نقول ان البنجر هو نوع من انواع الخضروات صديقة الدم كمان مفيد جدا جدا للناس اللي بيمارسوا رياضة ورياضة كمال الأجسام لانه بيساعدهم على تقوية العضلات من خلال انه بيوصل الأكسجين للعضلات بشكل سليم جدا وصحي وكتير جدا من الفوائد اللي مش هقدر طبعا احسرها لكم في فيديو واحد منها كمان انه بيزبط جدا مستوى السكر في الدم فانصح برضو المرضى السكر ان هما يعملوا المشروب ده بس ممكن يشيلوا العسل الاسود او باستشارة الطبيب بالنسبة بقى لطريقة العمل سهلة جدا بناخد عصير الليمون وبنستبعد البزور تماما علشان ما تخليش العصير بتاعنا مر وزاي ما انتم شفتوا في الفيديو انا بشرت الليمون لان فوائد الليمون طبعا موجودة في القشرة كمان طبعا كل الخضروات نخصولة كويس جدا بالطريقة اللي احنا عارفينها وبالخل وبعد كده قطعناها عشان طبعا بس نساعد الخلاط وبنبدأ نحط كل حاجة على بعض هو سهل جدا ما فيهوش اي صعوبة وكمان بنحط معاهم بشر الليمون الجزر على الطماطم على البنجر وبنحط الميا الكمية دي عملتلي بالزبط كوبايتين نقدر لو احنا عايزين نكتر الكمية نضاعف الكمية براحتنا عادي وحطيت معلقة من العسل الاسود ممكن اللي مش عايز يحط عسل اسود او زي ما قلت مرضى السكر لو ممنوع عنهم العسل اسود ما يحطوش والعصير برضو هيبقى كويس وكل حاجة ونحط عليهم حوالي كوباية ونص مية ونضرب في الخلاط كويس جدا ونصفي المشروب ونشربه عادي والمشروب دي جماعة ممكن ان احنا ناخده على الريق وده احسن لان الحديد فيه حاجات كتير جدا بتبطل مفعول الحديد فاحنا يستحسن ان احنا ناخده على الريق او على معدة فاضية علشان احنا عارفين طبعا ان الحديد للأسف بيتأثر باي مكونات غذائية تانية كتير من المكونات الغذائية ممكن تبطله او تبطل امتصاصه ويبقى اخدناه على الفاضي كأننا ما اخدناهوش حتى لما بناخده على هيئة سابليمنت او مكمل غذائي احيانا كتير بنلاحظ ان نسبة الحديد بعد مدة من اخذ الدواء ما ارتفعتش ولا اي حاجة ده نتيجة لاننا بنفطر وناخده طبعا بنفطر خبز بالنخالة او خبز بردة العيش فده طبعا برضو بيبطل مفعول الحديد حتى لو لاحظته الاطباء بينصحوا بانه يتاخد على الريق ده علشان ما يتفعلش مع اي حاجة فيبطل مفعوله اتمنى تجربوه ان شاء الله وتستمروا عليه لمدة شهر وان شاء الله هتشوفه النتيجة والمشروب رقم اتنين معنا هو الطمر بالحليب والموز طبعا احنا عارفين كلنا فوايد الطمر كتيرة جدا وطبعا من وصايا الرسول لنا صلى الله عليه وسلم ده طبعا نظرا لفوايده التي ليه حصرة لها وهقولكو طبعا بعد منها وإحنا شغالين في العصير بس نبدأ نعمله مع بعض هنحتاج علشان نعمله كباية من الحليب هنحتاج خمس تمرات منزوع البزر ومخصول كويس ومزتين صغيرين او موزة واحدة كبيرة وهنحتاج عسل نحل طبيعي للتحلية وسهل جدا هنحط كل المكونات على بعض في الخلاط وكده يبقى العصير بتاعنا جهز معنا اكلمكم بقى عن فوايد مكونات العصير بتاعنا النهاردة اول حاجة هنتكلم عن الطمر الطمر غني جدا بالفيتامينات والمعادن اللي بتساعدنا في علاج فقر الدم بيقي من سرطنات الجهاز الهضمي ومريح جدا جدا للجهاز الهضمي غني بالكالسيوم بالمغنيسيوم كمان معنا الموز بيدي طاقة بيساعدنا على تقوية جهاز المناعة بيحسن جدا الحالة النفسية وايضا غني بالمعادن والفيتامينات بيحافظ على الوزن بيقوي من الامساك كمان عندنا الحليب وفي الوصفة دي بالمناسبة ممكن نستبدله بالرايب طبعا ده برضو هيزيده من الفوايد غني جدا بالفيتامين دال وفيتامين الف وبيتناشر غني بالمغنيسيوم والزينك ومضادات الأكسادة وغني بالبروتين اتمنى فعلا ان انتوا تجربوه وعلى فكرة ده ينفع يكون وجبة فطار متكاملة ندخل بقى على المشروب رقم 3 والأخير معانا النهاردة علشان نعمله هنحتاج برتقالة تفاحة وليمونة ومعانا عسل نحل طبيعي وهنحتاج مياه علشان العصير اول حاجة ان احنا بناخد بشر البرتقالة وبشر الليمونة دول هيكونوا مفيدين جدا في العصير معانا النهاردة طبعا لان فوايد البرتقال والليمون في القشرة اكتر من العصير بس طبعا لازم نراعي ان احنا نكون غسلينه كويس جدا جدا قبل ما نبدأ ان احنا نعمل بالعصير ونقطع التفاح ونقطع ونعمل البرتقال عبارة عن فصوص علشان يسهل معانا عملية الخلط نحط كل المكونات على بعض ونبدأ ان احنا نضرب كمان العصير ده معانا غني جدا بمضادات الاكسادة غني جدا بالحديد وطبعا فيه عسل النحل الطبيعي اللي هو كمان غالي بالفيتامينات والمعادن نعصر الليمون طبعا من غير البزور ونزود مية ونخلط بالطريقة العادية اللي شفناها في العصير اللي فات وحبا نبهكم لحاجة ان احنا ممكن نختار نوع بس من المشروبات دي او نعمل كل يوم نوع زي ما احنا متاح لدينا من قدروات او فواكه يعني المتواجد ممكن ان احنا نعمله منهم مش لازم ان انا اخد واحد امشي عليه طول الشهر منهم بس ممكن ان انا يعني اغير فيهم ونوع وجدد انا حبيت عمل لكم تلاتة علشان يكون فيه تنوع وما نزهقش لو احنا قررنا المشروب نفسه كل يوم لازم يا جماعة بجد تجربوا واحد اي واحد من المشروبات دي لو متاح لكم ده هيرفع لنا المناعة جدا خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي اتمنى اتمنى ان الفيديو كون عجبكم ان شاء الله واتمنى ان اللي مشتركش في القناة ان شاء الله يشترك ويعمل لايك ويشارك الفيديو طبعا لانه ممكن يفيد عدد كبير من الناس خصوصا لاطفال دلوقتي معظمها بتعاني من فقر الدم وبشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ان شاء الله وبركاته